في نقاشات أنا تحددت أو أسمع الآن أن عمر بن الخطاب أسقط متى حد السرقة نحن نقول لهم ليس لي عمر أن يسقط ولا هو يشرفه أن يقال عنه هذا أبدا لأن الحد وضعه الله وعمر ليس إلها إنما عمر يتفاعل مع الحكام الشرعية حينما تأتي مثلا أنت أو يأتي إلى الآن إلى محكمة قاضي تحقيق أو كذا ولم يكيف بعد هذه الجريمة فيسأل هذا وذلك فيأتي مثلا ثلاثة ضبطوا متهمين بالسرقة مثلا هل كلما أوتي إنسان وضبط على التهم بالسرقة كان واجبا أن يجري على الله ينظر هل تفتت السرقة هل فعلا سرق هل كان مضطرا هل كان في صوابه عقلي هل هو مختل عقلي كذا حالات كثيرة فإذا هو مثلا لم يقم هذه العقوبة على ثلاثة أشخاص لأن أحدهم كان متخلفا ذهنيا والآخر كان مضطرا والثالث كان جاهلا أو له شبهة مثلا فأطلق سراحهم واستبقى ثلاثة آخرين هل يقال إن هذا القاضي عطل القانون لا هو أحفاء على القانون حكم القانون عمر فحكم القانون القانون الذي هو أن الحدود تدرأ بالشبهات وهو أن الضرورات تبيح المحضورات هذه التي كانت تملأ عقله ما كانش مع عمر متوجها إلى إلى أن يكون هو ملغي للشريعة لو كان من هم عمر أن يفعل هذا لكانت أحكام كثيرة عطلها لماذا تأخذون مسألة واحدة لأنكم ينتهموا سياق أنتم تتصوركم بمجرد أن يتهم شخص يجب أن ينفع لا لابد أن نحيل إلى القضاء والقضاء ينظر فإذا هو عفى عنه ولم يواخذه للاعتبار من الاعتبار لا نقول بأن هذا الشخص قد عطل القانون يجب لا هو فعل القانون القانون يجب أن يطبق تطبيقا إنسانيا كما فعل عمر مثلا لذلك أقول إن هذا الجانب مهم جدا وهو جانب المعرفة اشتركوا في القانون